بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة كثيرة حدود الاستفاء الداخلي لنيوتون بدلالة الفروق المقسومة من تعريف الفروق المقسومة ومن الخاصة الثالثة نجد أن Fx0 على x0 التي سنسميها Fx0 Fx0 نقص Fx0 X1 على x نقص X1 سنسميها Fx0 X1 وهكذا حتى نسمي Fx0 X1 X2 XL الآن إن Fx ما هي إلا Fx0 زائد X نقص X0 بFx0 بFx0 إن Fx0 ما هي إلا طبعا من هنا بضرب الطرفين بالوساطين ونقص Fx0 للطرف الثاني هنا بضرب الطرفين بالوساطين ونقص Fx0 X1 للطرف الثاني هنا بضرب الطرفين بالوساطين ونقص Fx0 X1 X2 للطرف الثاني وهكذا فنحصل على هذه العلاقات إذن هذه العلاقات الآن إذا ضربنا الطرفين العلاقة الثانية بX نائس X0 إذا ضربنا الطرفين العلاقة الثانية بX نائس X0 الثالثة بX نائس X0 بX نائس X1 الرابعة بX نائس X0 X1 X-X2 الخامسة وهكذا والأخيرة X-X0 X-X1 X-XN 1 وجمعها طرفا إلى طرف وجمعناها طرفا إلى طرف لحصلنا على العلاقة التالية إن Fx يساوي إلى Fx0 زائد هذا المقدار زائد Wx Fx0 X-X2 من هي Wx؟ Wx هي حصل جداءات X-X0 X-X1 هذه ما هي إلا ترمز إلى جداء حاصل جداء X-X0 X-X1 X-X2 X-XL هذا الجداء يرمز له اختصارا بهذا ورمزنا له بالW فإذا رمزنا بالE لهذا المقدار هذا المقدار رمزنا له بE فإنني أحصل على Fx هذا ما هو إلا كسير حدود زائد EX ما هو إلا وبالتالي فإن كسير حدود الاستفاءة الداخلي لنيوتون بدلات الفروق المقسومة ما هي إلا Px التي تعطى بهذا بهذه العلاقة وهو المطلوب لنأخذ مثال على هذه لتكن لدينا الدالة التجريبية والمعطاب الجدول التالي شكل الجدول الفروق المقسومة ثم أوجد قيمة كثيرة الحدود الاستفاءة الداخلي لنيوتون بدلات كل الجدول لنأخذ الجدول التالي عند النقطة X-X3 الآن اللي أشكل الجدول طبعا X هي 02356 و13256 إذن اللي نضعهم هذين المعلومات أي 02356 أي 1 3256 قلنا أول شي 3 راح 1 3 راح 1 2 تقسيم 2 راح 0 2 إذن وهو الواحد 2 راح 3 هي سالب 1 3 راح 2 هي 1 سالب 1 سالب 1 تقسيم 1 هي سالب 1 وهكذا من السببقية نحصل على هذه الآن السالب 1 نائس نائس 1 سالب 2 تقسيم 5 راح 2 هي 5 راح 2 هي 3 إذن سالب 2 على 3 وهكذا من السببقية أيضا هنا هذا راح 1 تقسيم هذا راح 1 وبالتالي نحصل على هذه القيم في الجدول إذن هذا هو الجدول الفروق المقسومة كما تعلمنا سابقا حصلنا عليه الآن لنشكل الـ Px ما هو إلا Fx0 زائد X0 Fx0 X1 زائد X0 إذن هذا هو Px زائد حدود الاستفاء الداخل النيوتون ما هو إلا Fx0 زائد X0 X0 بFx0 X1 زائد X0 X0 بX0 X1 بFx0 X1 X2 زائد X0 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 X1 X1 X2 X3 إذن هذه الفروق المقسومة للدرجة الثالثة إذن يعني نأخذ هذه القيم هذه الموجودة هنا اللي هي عبارة عن Fx0 هي واحد زائد X-X0 X-X0 هي صفر بFx0 X1 اللي هي واحد زائد X0 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 X2 X0 X1 X0 X1 زائد X0 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 X3 X0 X3 X0 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 ب1 X0 ب3 0.3 0.5 و50 على 6 حصلنا هذا المقدار فحصلنا على هذه الكثير الحدود من الدرجة الرابعة وحصلنا على هذه القيمة الآن ممكن ناخد مثال آخر Find Fx as a polynomial in X for the following data by Newton's divided difference formula أي أنه أوجد كثيرة الحدود Fx في X لدى للمعطاه بالجدول التالي بواسطة نيوتون بواسطة طريقة أو صيغة نيوتون للفروق المقسومة طبعا X والFx يعطيني إياها بهذا الشكل أول شيء نعمله نعمل الجدول التالي إذن هذا هو الجدول الفروق المقسومة من مرتبة الأولى الفروق المقسومة من مرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة الفروق المقسومة من مرتبة الأولى أن هذا نقصات تقسيم 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 الآن رأساً مشان للسهولة هذا ناقص هات تقسيم X2 ناقص X0 هذا ناقص هات تقسيم X3 ناقص X1 هذا ناقص هات تقسيم X4 ناقص X2 فنحصل على هذه القيم هذه القيم اسمها FX0 X1 X2 هذا FX1 X2 X3 هذا FX2 X3 X4 إذن وبالتالي هذا ناقص هات تقسيم X3 ناقص X0 هذا ناقص هات تقسيم X4 ناقص X1 فنحصل على هذه القيم هذه القيم سأسميها FX0 X1 X2 X3 هذا FX0 X1 X2 X3 X4 طبعاً بناتهم فاصلوا هذا ناقص هات تقسيم X4 ناقص X0 فنحصل على هذه القيمة إذن وبالتالي استطعنا أن نبني الجدول بشكل جيد أهم الشيء بناء الجدول بشكل جيد لأن المعلومات نعتمد عليها في الجدول الآن ما هو كسر الحدود؟ كسر الحدود PX هي عبارة عن FX0 اللي هي هنا هي هذا الرقم زائد X ناقص X0 بFX0 X1 زائد X ناقص X0 بX ناقص X1 بFX0 X1 X2 زائد X ناقص X0 بX ناقص X1 بX ناقص X2 X3 زائد X ناقص X0 بX ناقص X1 بX ناقص X2 X ناقص X3 بFX0 X1 X2 X3 X4 إذن هنا كل شيء جاهز الFX0 هي هذه الFX4 ناقص X4 زائد 4 FX0 X1 هي هذه الآن X ناقص X4 X ناقص X1 بFX0 X1 اللي هي 24 X ناقص X4 X ناقص X1 X ناقص X0 بهذا المقدار اللي هو سالب 14 أخيراً X ناقص X4 X ناقص X1 X0 X0 X2 بهذا المقدار ونحسن المقدار فنحصل على كسيرة الحدود المطلوبة إذن FX تساوي إذن هذا هو دستور اللي كتبناه قبل قليل الآن ونعود في هذا الدستور إلى أن نحصل إلى كسيرة حدود من الدرجة الرابعة ناخد مثال آخر Find FX as a polynomial in X for the following data by Newton divided difference formula إذن أيضاً نفس السؤال أوجد كسيرة حدود FX بالنسبة لX باستخدام طريقة نيوتن باستخدام علاقة نيوتن للفروق المقسومة للدالة المعطاة بالشكل التالي بعد ما تطلعنا كسير الحلود interpolate أحسب قيمة X عندها الثلاثة ونص طبعاً ثلاثة ونص ليست هنا ولكن هي نقطة تقع هنا X عندها الثمانة وأوجد بعد هذين السؤالين أوجد مشتقد دالي عندها الثلاثة ومشتقد ثانية عندها الواحد ونص أول شيء إذن لا نهتم كثير في الأسئلة أول شيء علينا أن نوجد كسيرة الحدود أو لإيجاد كسيرة الحدود علينا أن نوجد أولاً الجدول التالي إذن لنبني الجدول لنضع الدالي X ونضع F في الـ X هنا الآن لنحسب هذا ناقصات تقسيم هذا ناقصات 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 فنحصل على fx0 x1 fx1 x2 fx2 x3 fx3 x4 fx4 x5 إذن هذه هي طبعا فواصل في ناتون هي فواصلة منقوطة الآن لحساب الفرق المقسوم من الدرجة الثانية هذا ناقصها التأسيم x2 ناقص x0 هذا ناقصها التأسيم x3 ناقص x1 هذا ناقصها تأسيم x4 ناقص x2 هذا ناقصها تأسيم x5 ناقص x3 طبعا هذه x0 x1 x2 x3 x4 x5 الآن هذا برجع بسميه بالتسميات من الصفر حتى الثلاثة هذا من الواحد حتى الأربعة هذا من الاثنين حتى الخمسة هذا من الثلاثة حتى الستة إذن وبطرحن وبقسم على كما تعلمنا ثم أجري على هذا وعلى هذا طبعا هنا أتوقف عند الرابع لأنه الرابع ظار عندي أصفار فالباقي سيكون كل الأعمدة أصفار إذن هاي بنينا الجدول الآن كسيرة الحدود تعطى بهذا الدستور نعوض القيام فنحصل على قيمة كسيرة الحدود بهذا الشكل إذن حصلنا على الكسيرة الحدود التي أبحث عنها هي هذه الآن يقلب مني انتربوليت عند الثلاثة ونصف فمعناتها بعوض هنا في كاسية الحدود اللي طلعت معي Fx إذن Fx اللي هي نفسه Px اللي هي نفسه طلعت معي هنا X تكعيب زائد X زائد 1 طبعا هي قيمة تقريبية تساوي لهذا إذن فمعناتها في الثلاثة ونصف إذا بدي F عندها ثلاثة ونصف يعني بعوض الثلاثة ونصف هنا ثلاثة ونصف للتكعيب زائد ثلاثة ونصف زائد 1 فنحصل على هذه القيمة هذه انتربوليت عندها لثمينة أيضا بحسبها وبحسب قيمة عندها لثمينة بعدها طلب مني أوجد المشتق لإيجاد مشتق إذن بشتق هذه الدالة ما هو مشتقة إذن إنه مشتقل F إذن إنه مشتقل Fx يعني كأني أقول لي يساوي تقريبا مشتقل B ولو اشتقنا B ما هي إلا 3x تربيع زائد 1 إذن فأعوض هنا هذا هو المشتق 3x تربيع زائد 1 والمشتق الثاني المشتق الثاني ما هي إلا 6x يساوي إلا 6x وبالتالي أعوض بالثلاثة حتى أحسب له المشتق عندها لثلاثة وأعوض للواحد ونص حتى أحسب له عند الواحد ونص وتنتهي المسألة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته